جورج زيدان يعرف جورج بن حبيب زيدان بأنه قاس وروائي وصحفي ومؤرخ لبناني وصف بأنه عالم من أعلام الفكر في الشرق العربي ورائد من رواد تجديد علم التاريخ كما كتب العديد من الروايات التي سرد فيها تاريخ العرب المسلمين وتاريخ مصر الحديث وتاريخ الإنقلاب العثماني ولد جورج زيدان في تاريخ 14-12-1861 ميلادية في بيروت لأسرة مسيحية فقيرة درس في مدارس بيروت لابتدائية وتعلم اللغة الفرنسية لكنه لم يكمل تعليمه فاضطر إلى ترك المدرسة صغيرة للعمل ومساعدة والده في أشغاله وعمله في المطعم الذي يملكه ثم اضطر للعمل في الصناعة الأخرى